عقد في مدينة جدة الاجتماع السابع والثلاثين للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخريجي وذلك تحضيراً لاجتماع العشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس طبعاً نحن هنا بناقش الموضوع البيئي يمكن من أهم الحاجات اللي هو الآن المواضيع أو القوانين اللي كانت بين دول مجلس التعاون كانت استرشادية الآن في تطوير أنها تكون إلزامية لجميع دول مجلس التعاون الاجتماع استعرض في عجندته قرار المجلس الأعلى الخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخريجي المشترك في مجال البيئة وكذلك مشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة نظرة خادم الحرمين نظرة دائماً ثاقبة ومتزنة ومتفقة مع الأنظمة العالمية بل يمكن أنها تتطور أكثر من ذلك نحن في الكويت دائماً نحاول أن نجسد تعاون بين دول الخليج ومن هذا المنوال الاجتماعات اللي احنا فيها حالياً مع الأخوان الخليجيين نرى فيها كيفية الوصول إلى بيئة أفضل للمجتمع الخليجي والمحافظة على ما يوجد في هذه البيئات من ثروات للمستقبل ومستقبل الأجيال القادمة تناول الاجتماع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا وكذلك التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية أعتقد أن دورنا اليوم قاعد يزيد اهتمام دول المنطقة بالبيئة قاعد يزيد الفرد الخليجي اليوم عنده وعي أكثر بدور القطاع البيئي ومحافظة على بيئة ومحافظة على حياة الفطرية ومحافظة على ترشيد انفاقه في استخدامات دول مجلس التعاون تعمل من أجل تحقيق الاستدامة البيئية عن طريق التركيز في حماية البيئة وتنميتها وصولا إلى التنمية المستدامة من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعي البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية يأتي هذا الاجتماع من أجل تعزيز الامكانات المادية والبشرية للحفاظ على البيئة ودعم هذا الهدف السامي فهذا السمحان الإخبارية جدا